انا عندي سؤال من حاجة بشوف دايما ان الاخوات الصغيرين ما عرفش لي يعني بيتيق لي مش احصائية يعني بس دايما الصغير بيبقى جاحد من كتر الدلع يعني الكبير دايما لك البكري البكري بقى غلبان هو الصغير داي ياخد البرتقانة الكبيرة لا سيب مش عارفة لأخوك والأخوك والأخوك ان انا فرقت ما بينهم ان انا ولدت جواهم الغيرة من بعض طبعا والصغير كلنا بنتطيل انا خدت حق سالي ديته لاختها وقدامها ومعليش هاباتي دي اختك الصغير يا ماما ما تزاليش اساهم مش عارف ايه الكبير يضحي قوي يبقى هو سيد المنزل والصغير يبقى هو المتدلع ويطلبه دايما ان في النص دول يعني ما بيعملوش حما بيسمعش منهم حاجة بيتئذوا نفسيا بس بس يا سالي هو الراجل عمل ايه ما هو ما شاء الله عندهم 31 فدان شوية للأم وشوية للأب ملايين يعني احنا بنتكلم على ايه نتكلم على واحد بيشتغل وقعد يجيب فلوس يجيب فلوس بس فين يا الولاد ما انت زاي ما بتسيب للولاد فلوس سيب للولاد قيم سيب لولادك ان في حاجة اسمها اخوة فيه بوند ليه لان حتى لو انت تربيتك كويسة ما تنساش ان الزمن ممكن يدخل في دماغ يعلمهم حاجات غلط وما تنساش ان هما لما هيجوزوا ممكن يجوزوا ناس يخليهم في جحود ما بينهم وبين اخوات ولان في غيرة لو بقولك الاخوات بيغيروا من بعض يبقى ساعاتها بقى مرطاط الاخوات وجواز اللي اخوات عملوا ايه دخلت بقى الليلة كبرت بقى وكلنا عشان لازم احمي ولادي من جوه لازم اخليهم من جوه عارفين يعني ايه اخوة لازم يعرف فيه حبيبي ده دهرك ده بطنيتك ده غطاك تفتكري الاب ده قعد اربعة يام يموت عمل في ايه الولد ده ما هو انا بصي ما هو انا عايز اقولك الحاجة عايزة تقوليلي الولد عمل في ايه طب انا اقولك فين اللي اخوات لما سابوا الولد دي اخد بابا طب ما هو كان رايح عادي يسافر بمعا سافريت يعني نقاها ما يزوروه هوادي كل علامة قال لهم اللي هيزوروها اضربوا بالنار والله وما فيش اقسام ما فيش بوليس راحت للإقسام وراحت للبوليس وبدو ما قالتليش بقى ايه اللي حصل ما هو ما قالتش اللي حصل اه ما قالتش اللي حصل بس انا عشان عاطفية زيادة على لزوم بس انا بنفعل انا مع الضعيات وبتعصر ايه حاببتي حقك حقك تنفعلي ان الواحد برضو لما بيشوف سيدة وكبيرة وفي الظروف بتاعاتها احنا احنا ضعاف البنا ضعيف حقك 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 بس اجانا اقول لكل واحد في بلد انتو فين فين القعدة فين المقابلات فين المواسم احنا لو اتربينا حتى ически يأيد الأم اعيد الأخ عيش كانتي من قناة السويس روح لفعه عندما تربين على صفرة اهلنا زي ما بينقول بتائم رفع أو رمضون يعني اللي عزيز نتقابل يعني اخويا ليه عندي علي صفره او طابلية اي اي كان فأم اي اي كان المستوى الاجتماعي يعني اي لازم نرتبط ببعض يعني لازم يبقى اخويا ليه مغيرش مش اصليه هو قعد في النمسة وبيعمل طبا قاعد في النمسا وبيعمل لكن اللي قاعد في النمسا ده مش لازم يسأل على أخواته نا طب تعيي ويشوف كل واحد محتاج إيه ويجوز إخواته ويعمل 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 لكن لما أنا بقى عندي فأنا بوصل إخواتي أنه هما أدنى مني لأنه نشوف أنا وصلت الفين وهما ما وصلوش لفين ما ده حيولد إيه وكمان إن أنا لما أقول ده خلاص سافر وشق طريقه ده شوف الغلابة دول وأسيب ده طب أنت خليتي خلتيني عمالة أسأل نفسي كتير قوي أنا بصي أنا أنا في حكمي على الناس أنا عارف يعني أنا بعرف من الفيبز أو من اللي قدامي يعني عرف ده طيب ولا بس أنت تكوني أحد الكريمة معي بس لما أشوف حد بيعيط أو أشوف حد كبير أو أشوف حد بستنجد بي ما بعرف طبع فأنتي خلتيني عمالة أفكر فأنا أفكر معاك بصوت عائلة اتفدأ لي هو إحنا بندور على بابا أو بندور على الفلوس الله ينور عليك هو أنا ليه لما سألت على بابا كذا مرة إحنا كنا بنقول بابا كماعات 90 ألف وبابا راح مضى على كذا 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 تخليتيني عمالة أفكر دلوقتي ما هو يفكر لأن المشكلة مرتبطة بإيه مرتبطة بفلوس بابا لكن هل مرتبطة إن بابا ده عيان وأخويا ده قاعد بيه طب ما هو العيان ده مش محتاج مصاريف محتاج دوة محتاج لما عيه يروح للدكتور نعم ولو مريض نفسي ممكن يعمل في بابا حاجة ما هو أكلم مصبن عنه يا حبيبي ماشي يبقى أنا أقول إيه أكلمين أقوله يا بابا أنا جاية طب أنا حساعدك طب يا حبيبي أنت مصاريف أنت اللي قاعد ببابا مصاريفه كثير عليك ما تخلينا نساعد إحنا أخوات مع بعض أقولش كده ليه وأنا الأخت اللي لازم أدوم ودور الست غير دور الرابع ما عملتش كده ليه بس هي حاولت الصلحة وما حدش ده فرصة لك كلمت وفوق مش عارفة كم مرة بيطل في وشينا وهزق لي عيالي ما هو أناك ثلاثة أربعة تقرير عبارة عن كل اللي حرقها التليفون اللي جالها من الراجل اللي في الشهر العقاري اللي عمل كده يعني أنت ممكن تقليبي الآية أو تقليبي قصة أنه الولد ده كان بيحمي أبوهم منهم عشان كده أنا ما عرفش ما أنا ما عرفش يا سالي ما أنا ما عرفش ما هو أنت ما تعرفيش لأننا ما سمعناش ما إحنا للأسف بقى في برنامج ده لما بنعرض القصة ونحاول نتواصل مع الطرف الثاني ما بيظهرش لما تتعرض الحلقة والناس تبتدي تقلب عليه والناس تبتدي مش متعاطفة معاه لأيه بيجري ورانا يبعد لنا مثلا الحاجات يا جماعة هنا على مابنة الإزاع وتلفزيون أو يكلمونا أو يبعدونا فيديوز عن إنستجرام أو فيديوز طب ما تيجي من الأول طيب عشان نخلص عشان نخلص القصة وإحنا نفسينا نحل عشان كده بقولك المشكلة إيه خلينا نمو فورورد لأن دي مشكلة أزلية مشكلة علاقة الإخوات وما شكلهم ببعض دي بقت مشكلة أزلية من أيام زمان لحد دلوقت لحد بكرة لحد من 100 سنة الموضوع ده مش جديد يا سالك الرجل ده كان فوعي ولا لا الرجل ده كان فوعي ولا لا يعني رجل فيهم اللي كان فوعي لا أبوهم ده أبوهم طبعا فوعي ما يزرعه الأباء ما هنا لو زرعت القيام يعني الرجل ده مات وهو فوعي وعرف هو بيعمل إيه والله أنا كنتش أعدى مع عائلة ما مات باللي أنت عملت اسمعيكا محللة سلوك شايف السلوك ماشي يا زيني السلوك اللي واجع العيلة إن فيه واضح إن فيه تفاوت في مستويات المعيشة أنا مش قاعدة في القاهرة أها أنا مش قاعدة في القاهرة فيه تفاوت في مستويات المعيشة أنا عادة في القاهرة الحياة بقت صعبة وأختي في البلد مش متعلمة طيب ليه أختي؟ ليه فيه أختي جهلة صحيح؟ عشان أهم حقي حبيبتي شما أنا بقي كله تعلم وليه أصلا تقول لي مش متعلمة وحتى اللي مش متعلمة دي نقصة في إيه؟ طيب إحنا ممكن نعلمها دونيا أو مش لازمها تتعلم تفك الخط وخلاص أديك بترد عشان كده بقولك لا إحنا سمعنا من طرف عشان كده أنا ما ينفعش أخلي برك بردو يا ريام أنا ما قدرش هاجم قوي كده ما حد يستنجل بي أنا بحلل معيك عشان الناس تشوف عشان ما أطلعش أنا في الآخر الطرف اللي مضحوك عليه بس أنا بسمع وطبطب وحاول الحين مش موضوع مضحوك علينا لأن هي في آخر اليوم هي لها حق أتعبر عن مشاعرها حق إن هي مش لقي حد يسمحها فبتعرض مشكلتها فأنا هشلها في قراسي مش هنقول مش هنقدرش ناخد منها وعمري ما هاجم I want ولكن إحنا عايزين ناخد ده كمثل للمجتمع يا سالي دي مشكلة الإخوات مشكلة من زمان لغاية دلوقتي ما تحلتش ليه عشان لحد دلوقتي بنورس كره الإخوات وغيرت الإخوات من بعض لأ ما عالشتوا كم مشكلة في مجتمعنا فعلا على الميراس ده من يقولك إيه إحنا مش عايزين نتكلم على الحاجات دي لا لا إحنا لازم نعالج يبقى ما قولش إن ولادي وحشين أنا أقول لأنا أثرت في إيه أسمع كده أسمع كده أنا بقولكو دلوقتي يا ستة إخوات هما دلوقتي هما كانوا سبعة دلوقتي يبقوا ستة الله يرحموا واحد دلوقتي من النهاردة افتكروا اللي حصل ما بينكوا وشوفوا ولادكوا هل أنتوا تحبوا يا ستة تشوفوا ولادكوا بيحصل فيهم اللي حصل فيكو يبقى نقطة نظام نقطة نظام لحد هنا ونتقل لا واللي فات خلاص في دلوقتي قضاء وياخد سكته لكن أنا ما شوفش ولادي وما سمعش ولادي شتمت عمهم وخلتهم بالثاني